الرادي تسعين تسعين هواها مصر مدير فني جديد وفي ناس وهانيا بوريدا ومعاه بعض الاعضاء عايزين يجددوا لكوبر والحقيقة انا كنت اتفاجئت قوي من المعايير اللي حطتها هانيا بوريدا للتجديد انه محدد 120 الف دولار في الشهر هو الجهاز الفني طب لو لقينا واحد احسن ب130 يعني هل الفلوس هي المعيار وحطت معيار تاني ودي الصدمة انه لو مصر كذبت السعودية كوبر هيجدد يعني المعيار الفوزع السعودية برضو دي معايير مش منطقية المفروض انه يبقى فيه معايير موضوعية اكتر من كده للمدرب المرحلة جاية لمنتخب مصر عايز ايه ايه القطط ايه الاهداف اللي انت حطتها المدرب اللي جايد عنده طموح ايه مع مصر عايز يحقق ايه مع مصر ايه رؤيته ايه استراتيجيته طريقة لعبه عاملة ازاي متوسط العمار اللي عايز يلعب بيها عاملة زي كل دي معايير بتتحط قدام المدير الفني اللي بتقعد معاه تناقشه فيه الجانب الفني وفيه حتى سماته الشخصية المدير الفني عنده سمات شخصية انت محتاجها عنده طموح شخصية قيادية قوي في قراراته ما بيسمعش وما بيخدش اراء حد بسهولة كده وينفزها دي معايير مهمة قوي خبراته في كورة القدم وصل الفين خبراته العلمية وصل الفين كل دي اسئلة بتودينا علشان ازاي نختار مدير فني ابعتولي على واحد تسعين تسعة او على صفحة الرسمية على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين بريك سريع وارجع معاكو روسيا في ساعة وزكريانا اشتركوا في القناة